طلعوا وانا قلتلكم بارح الحكاية نفسها بتاعت اسلام جويش. وعلى فكرة. انا بحيي اسلام جويش. ليه? طلع اجدع من كل اللي دفعوا عنه. بقول لكم اجدع من كل دفعوا عنه. كل دفعوا عنك شفت? عشان اتكلم عن الرئيس. شفت عشان بيهاجم الدولة. وانا امبارح قلتلكم موضوع لا ليه علاقة بالرئيس ولا الدولة ولا ليه علاقة. هو ناس بياخدوه في السكة دي عشان يده اهمية. يده انه فيه سياسة في الموضوع. انه شوفوا الدولة مش مستحملة. طلعوا طبعا من كتير جدا انبارح طلعوا ايه? وقال لك واسلام والدولة والقمع والمش عارف وبياخدوا اي حد بيقولك المتين الرجل النهاردة خرج. انا بقول لك والله العظيم. محترم. انا بقول وحبحييه. طلع عنده طلع الشجاع. قال لي يا جماعة مش عايز اعمل بطولات. انا لليه في البتاع ده انا اتخذت غلط. ويبقى العكس وتعملت بعملة كويسة. والكلام ده كله. مش عايز بطولة. ناس حاولوا ياخدوا الموضوع في انتجاه تاني خالص. وانيابة عليت لك لا فيه تقومة خاصة باساءة للرئيس. ولا اتهم ضد ولا اي حاجة. خالص. وهو الرجل قال لك ده موضوع خاص بالزيء. بالزبط قلنا لكم بارح الكلام ده. طلع النهاردة. حصل حاجة. لكن يطلع النهاردة قلت اتضح ان الموضوع غلط. وكاسلام طلع قال الكلام ده من الصحيح. وحتى النهاردة محاميه. يعرضش والله اسمه ايه كمان. ولكن طلع قال الكلام كويس جدا. قال يا جماعة ما تكبروش الموضوع. انتم تكبروا الموضوع ليه? واخدين الموضوع السياسي ليه? الموضوع ما لهش علاقة بالسياسة. محاميه قال كده النهاردة. شوفوا يا جماعة تتفق تختلف. ولكن لما حد يقول حاجة حاجة مخترمة. موكان ممكن يعمل فيها شهيد بقى او بطل وبطولة. وانا اه عشان عملته